السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن أحكام الغسل من الجنبة ومن دم الحيض وهذا يندرج في هذه السلسلة التي قمنا بها كل جمعة فيما يتعلق بفقه العبادات فقه العبادات الذي هو أمر أساسي ينبغي أن يتعلمه الإنسان وينبغي أن يجدد هذه المعلومات لأنه محتاج دوما أن يجددها ربنا عز وجل أمرنا بالعبادة فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعلينا أن نجدد إيماننا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم فإن الإيمان يبلى كما يبلى التوب فجددوا إيمانكم ونريد أن نجدد المعلومات والمعارف حول الجانب الفقي حتى نعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة لتكون مقبولة عنده في حلقات سابقة تحدثنا عن الطهارة وذكرنا الطهارة التي هي جسدية وأيضا الطهارة القلبية المؤمن ينبغي أن يكون طاهرا قلبيا وجسديا جسديا يعني من الخبت ومن الأوساخ وقلبيا من النفاق ومن الكبر ومن العجب ومن الحسد لابد أن تقبل على الله سبحانه وتعالى وأن تطاهر جسديا ونفسيا وقلبيا وتحدثنا عن كيفية الوضوء الذي لابد قبل أن نبدأ الصلاة لابد أن نتوضأ وربنا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدي الوافق تحدثنا عن الوضوء وتحدثنا أيضا أنه إذا لم يكن هناك الماء أو لا قدرة على استعماله استعملنا التيمم فتكلمنا في حلقة سابقة عن التيمم كيف يمكن أن نتيمم وكيف يمكن أن يكون تيممنا على الصنة الشريفة اليوم حديثنا بإذن الله تعالى سيتركز عن الغسل من الجنب وكذلك النساء لما تأتيهم ضب الحيب كيف نغتسل على منهج وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فديننا الإسلامي هو حدثنا على الطهارة وحدثنا على التطهر وجعل ذلك فرضا على كل مؤمن ومؤمنة لابد للمؤمن أن يكون نظيفا طاهرا في بدنه وفي لباسه وهندامه فالصلاة لا يجوز للمؤمن أن يؤديها إلا بعد أن يكون طاهرا والطهارة أيها الأحبة الكرام هي نوعا تكون إما من حدث أصغر وإما من حدث أكبر الحدث الأصغر اللي هو معروف على الجميع كيكون ببول أو غائطين أو كده كيكون يكفي فيه الوضوء لكن الحدث الأكبر اللي هو كيكون إما بالعلاقة الزوجية بالجنابة أو بالحيب يكون بالغسل ما معنى الغسل؟ الغسل هو أننا نعمم جميع الماء جميع البدن بالماء نغسل جسمنا كله بالماء والذي أمرنا بذلك هو الحق سبحانه وتعالى ربنا قال لنا قبل أن تقبلوا علي يا عبادي قبل أن تقبلوا علي بالصلاة اغتسلوا أولا تنظفوا أولا تطهروا أولا ثم إيتوا إلي فقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا إياكم أن تأتوا إلي بالعبادة وبالصلاة وأنتم جنب اذهبوا حتى تغتسلوا وقال أيضا وإن كنتم جنبا فاتطهروا فاتطهروا العلم دومك يقولك الطهراء هنا رهى الطهراء البدنية من الأوساخ ومن الجنابة قد تكون بالماء النظفة وأيضا اطهروا يعني قلوبكم قلوبكم ينبغي أن تكون فيها إقبال على الله سبحانه وتعالى شوق إليه وهذا يقتد منك أن تلقيها من الحسد ومن البغض والكراهية والنفاق وغيرها من المشاعر السيئة هذه الطهارة من الغصل تكون لرفع الجنابة إما من جماع عادة أو من احتلام وتكون أيضا من الاغتسل من دم الحيض دم الحيض أيضا لابد الإنسان أن يغتسل فربنا عز وجل تكلم عن النساء وقال يسألونك عن المحيض كتدل فيدونج القلب ديالك كتدل تطهير النفس ديالك ثم تقبل عليه الذي يكون للأسف الشديد عنده هذا العذر إما حيض وإما نفاس عنده بجموعة للأحكام الشرعية نريد أن نتعرف عليها هذه الأحكام الشرعية هي كثيرة ومتعددة من بينها أيها الأحبة الكرام أن الإنسان إذا كان لا قدر الله سبحانه وتعالى عنده الجنابة كيف نغتسل من الجنابة الجنابة كيف تحصل كيف تحصل عادتان من الجماع يعني الرجل يكون مع الزوج يديله في الفرس الزوجية هذا إذا ألتقى الختانان ولو بغير إنزال يقول العلماء ولو بغير إنزال ما إذا ألتقى الختانان صار جنوبا عليه قبل أن يأتي إلى الصلاة أن يغتسل ويكون كذلك هذا الغصل من الاحتلام يكون إنسان بقي شاب غير متزوج أو راجل متزوج أو مرأة كي نعس كي يشوف رؤى منامية رؤى منامية معينة فيحتلم فكي وقع له وحد الرعشة كي يخرج منه الماء صار جنوبا عليه أن يغتسل كي يقدر الإنسان يخرج منه الماء في اليقظة إما ذكر أو أنتك ربما بالتفكر بالنظار كي تشوف واحد مشهد معين مثير فيخرج منه الماء أيضا صار جنوبا عليه أن يغتسل وكذلك كي كدد الغصل تكون من انقطاع الحيض المرأة من التي جاء الحيض لابد أنها لما ينقطع قبل أن تقبل على الله بالصلاة لابد أن تقوم بعملية الغصل كذلك المرأة الحامل من التي جاء النفاس وكتستمر تقريبا 40 يوم أو أقل من ذلك لما تطهر لابد أنها تغتسل كذلك الاستحاضة المرأة المستحيضة التي ما فيها دم حيض دازل حيض ولكن سألت المدة ديالو وبقى فيها الدم يسير كتسمى الاستحاضة هذه أيضا تغتسل أيضا إنسان إذا أسلم جديد إنسان إذا أسلم جديدا كان غير مسلم كان على دين آخر ثم هده الله تعالى للإيمان وأراد أن يسلم ويعلن الشهادة وجب عليه أن يغتسل وأيضا الإنسان يغتسل عند الموت من اللي كيموت الإنسان وجب أن يغتسل لكن لغسل غسل الميت هذه كلها واجبات يعني هذا الغسل هذا رهو واجب لابد للإنسان منه من تجي يقول لا وكل غسل هو مستحب مش ضروري أمثلة كثيرة مثل اغتسل يوم الجمعة إحنا اليوم يوم الجمعة من المستحب للإنسان أن يغتسل للسلم مؤكدا من فعلها له الأجر والتواب ومن لم يفعلها فلا حرج عليه فاته أجر وتواب والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لنا الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلمين واجب على كل محتلمين يعني كل محتلمين هنا المقصود به بلغ الحلم يعني إنسان فقر 14 عام 15 عام سنة الرشد يجب عليه أن يغتسل وهذا يجب واجب العلماء بقراء أخرى قالوا بأنه ليس هو الوجوب وإنما هو مجرد سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شف صحبا لا يغتسل الجمعة فلم ينكر عليهم فكلمة واجب هي خرجت مخرج التحفيز كذلك الغسل اللي هو مستحب حل يوم العيد مثلا يوم العيد إنسان إذا أراد نار العيد كيف يمشي المصلى العيد يستحب أن يغتسل وينذل الضف وينبس أجوة تياب كذلك الإنسان اللي بريد أن يؤدي مناسب الحج من المستحب بأنه قبل أن يلبس الإحرام أنه يغتسل إما للحج أو للعمراء من المستحب ليس واجب كذلك الإنسان اللي غسل ميت غسل الميت هو واجب لكن ذلك المغسل اللي غد يغسله عليه بعد أن ينتهي من التغسيل عليه هو أن يغتسل كذلك هذا من المستحب هذا لأن كل الغسل هو واجب وكله هو مستحب وكل الغسل هو مباح مباح حل الغسل للنظافاء إسان بغير يغتسل للتبرد أو ربما يسبح في بركة من المياه من أجل الأنس والمرح هذا كله مباح فاللي كي همنا أكثر الغسل الواجب ناقز عليه هو كيكون إما من الجنب وإما من كتعظم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة وإما غير المسلم إذا أسلم وكذلك عند موت المؤمن هذا كله واجب أن يغتسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يغتسل تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنب غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظل أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده هذه زوجة النبي الكريم أمنا عائشة كانت معاه وكتشوف كيف يفعل لنقل نخوض نصف دينكم عن هذه الحميرة عن أمنا عائشة رضي الله عنها زوج بها النبي الكريم وهي صغيرة بشتفهم الأحكام الفقهية وتبلغها أمنا عائشة بلغت أكثر الأحكام الفقهية المتعلقة ببيت النبوة هالطلقة اللي قتغل في صنفها أكثر مشغل عائشة وحدها رضي الله عنها فبقي النساء النبي الكريم كانوا كيوصفوننا كيف كان يغتسل لما يكونوا في بيتهن من جماع أو كذا كيوصفوننا مثلا ميمونة بيت الحارث رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ويتصفوا كيف يغتسل قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه جنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنشق وغسل وجه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يريدها فجعل ينفضوا بيديه هذه طريقة أخرى استعملها النبي الكريم وترويبها أمنا ميمونة بيت الحارث كيف توضى النبي المراحل لمن ربها وفي الختام جبت لي خرقة فوطة لكي يمسح بها قال لها لا لدعي ابن الفوطة قال لها جعل ينفضوا بيديه لأحاديث الوردة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة منها من رواه هو صلى الله عليه وسلم وبينها ومنهم من أخبرت بها نساؤه من أمهات المؤمنين والخلاصة أن صفة الغسل له صفتان صحيحتان اللولة الغسل الموافق للسنة النبوية وهو الأفضل كيف يكون أولا أن الإنسان ينوي إذا أراد أن يغتسل كان عنده جنباء أو كان عنده احتلام أو المرأة عندها حيض أو نفاس أو استحاضاء أو أي كان أول حاجة أعمل بها النية لأن الأعمال بالنية ثم الإنسان يغسل كفيه ثلاثة مرات يبدك لن تخدم بهم خسوم يكون منضاف نغسلهم ثلاثة مرات ثم كنقوب بغسل الفرج للإنسان لأن ذاك الأداء خرج من الفرج للمخرج فعليه أن يقوم بغسل فرجه ذكر أو أمتع وينظف وهذا الغسل للفرج يكون باليد ليسرى بشي من اليمنى اليسرى هي اللي كنقزل بها الأمور فيها قادرات أما اليمنى فكتكون للسلام كتكون للطعام كتكون للتحية ثم بعد ذلك نتوضع وضوءنا للصلاة بعد أن نغسل الفرج وكنتنظف من الأداء ومن القادرات نتوضع وضوءنا للصلاة المؤمن كنا دوما طاهر أنا ما كشي واحد طاهر أكثر من المؤمن غير المؤمنين غير طاهرين غير المؤمنين إلا من ستره الله المؤمن يمتز عن بقية البشر بالطهارة فبعد ذلك كنقوم مثلا بالتوضع وضاءه للصلاة كن توضع الوضوء الصغير للصلاة دون أن نرسل قدمين القدمين كن نرسلوهمش ثم كن بدو بتخليل أصول الشعر دون أن توضع الوضوء الصغير عاد كن بدو الوضوء الكبير كن بدو بالرأس نخلل أصول الشعر بالماء ثلاثة مراتين ثم نرسل البدن دينا نبتدئو بالجانب الأيمن ثم بالجانب الأيصر كن بدو بالأعلى ثم بالأسفل أعلى الجسد ثم أسفل الجسد كن بدو بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيصر ثم لما ننتهي نرسل قدمين هذا كثم الغسل اللي هو من السنة النبوية الشريفة الموافق للسنة كنرسل القدمين دينا كنقولوا قد أتممنا الغسل بالطريقة الصحيحة وبسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهناك الغسل المجزئ غسل يعني مشي بالسنة ولكن مجزئ كافي ما هو؟ ويكفي أن الإنسان ينوي الغسل ويغسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق يغسل جميع البدن بالماء وفي الفقه الحنفي النية غير جائزة يعني إنسان واحد إنسان اغتاسل وخا كانوا جنوب ثم جتوا ضرفية ربما دخل إلى النهر أو إلى البحر واغتسل كي يقول سنة في وخا لم أنوي جائز لأن أبا حنيفة النعمان معروف أنه كان فقيه وكان قاضيا وكان كي حل مشاكل دي الناس من روح السيد طلق مرته ويطلق هذا للطلق المعلق قال لي أنا ما نرجكش قال لا والله لن أغتسل يعني إذا اغتسلت غنقون لك الساعة طلقتك فجعد أبا حنيفة النعمان يقول لي وقع لي وقع لي أبا حنيفة بغي استفتيه معروف أنه كان فقيه ولكن كان عبقري بغي جاوبه قال لي أجي باش نجاوبك أجي معايا واحد اللحظة تم غادي معاه كانوا ما في العراق تم غادي معاه إحدى الوادي الدجلة والفورات حتى وصل الجانب دفعوا دفعوا فسقطا في النهر فاغتسل قال لي صفي الحالف ديالك صار باطلا ذلك القاسم اللي قلته لم يعد ملزيما قال لي لقد اغتسلت وكان أقسم أنه لن يغتسل من الجنابة لم نقص مع المرأة وبغي طلقها وده الواحد طلق معلق فأرمه في النهر فتبلل واغتسل فقال لي صفي اغتسلت قال لي أنا لم أنوي لم أنوي الاغتسال أنت دفعتيني قال ليها النية ليست شرطا واجبا وإنما يكفي أنك اغتسلت بجميع الماء جميع البدان بالماء هذا ما يتعلق بالوصل أما بالنسبة للنساء اللي عندهم ضم الحيض فباش نتهمو الأحكام الشرعية كان دو دوما بالنصوص القرآنية والنصوص الحديثية قعد كنجل آراء الفقهاء هكذا يتم الاستنباط في الأحكام الشرعية لأن الدين ما هو الدين هو قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلكت الفكرة واضحة يكفينا يكفينا قال الله قال الرسول إلكت لكت الفكرة فيها إجمال أو فيها خفاء وخص بيان إما مطلق ومقيد أو عام وخاص ومنطوق ومفهوم هنا ننتقل إلى الدرجة الثانية من الفهم ذي الفقهاء الذين يساهمون في استنمط الأحكام الشرعية قلنا نتكلم دبع الحديث دين النساء الحديث النبوي الشريف الصحيح جاء فيه عن فاطمة بنت أبي حبيش قالت أتيت عائشة فقلت لها يا أم المؤمنين قد خشيت أن لا يكون لي حظ في الإسلام وأن أكون من أهل النار قتلى لماذا قتلى أمكت ما شاء الله من يوم أستحاض فلا أصلي لله عز وجل أي صلاة هذه فاطمة الجحوية الصحابية أنها كتجعل حيضا وكتساني ولكن كتبقى كتبقى ذلك المدة ديالك الدم كتسين منها مازال فلا تصلي لله قتلى أخاف أن لا أكون من أهل الإيمان وأخاف أن أكون من أهل النار أمنا عائشة كانت هي فقهة هكذا تعلمت الفقه كان الناس كيسغلوها وهي ما كتعرفش كتشاء سيدنا النبي كتسغلو وكي جوبها وهي كتبلغ الناس فصرت فقهة قتلى أمنا عائشة اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قتلى رسول الله هذه فاطمة بنت أبي حبيش تخشى أن لا يكون لها حظ في الإسلام وأن تكون من أهل النار تمكت ما شاء الله من يوم تستحاض فلا تصلي لله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة نوري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام إقرائها ثم تغتسل وتحتشي وتستفتر وتتذضف ثم تطهر عند كل صلاة وتصلي فإنما ذلك ركدة من الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها يعني هذه المرأة كتقول بأنها فيها دم الحيب وسالت دم الحيب كتكون إما ثلث أيام خمس أيام سبع أيام أقصى مدة خمسة عشر يوم لأن هذا الدورة تسمى العادة العادة الشهرية معتادة لكن فاطمة بنت حبيش تقول بأنه بقى فيها الدم دمت المدة المعتادة ومقدم كسين منها وما كتصليش أشياء صدير سيد من النبي قال لها غتحتارم الأيام اللي كتجاه في العادة هذه الأيام ما تصليش ما غتصومش ولما تمضي هذه الأيام غتغتسل وتنظف وغتدل واحد خرقة بيضاء تستربها لحالة ديالها وغتقوم بالوضوع عند كل صلاة وتصلي كل صلاة تجدد الوضوع فيها الدم كتنزل هذه ماشي دم حيض هذه الاستحاضة أشياء الدير غتصلي عند كل صلاة تجدد الوضوع ومليس وتأمونا عيشة شلو السبب هذا قال لها إنما ذلك رقدة من رقدة الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها سيدنا النبي هذا هو وصفة طبية تشخيص لأن المرأة الكجال استحاضة إما عند المس عند رقدة من رقدة الشيطان إبليس ما زال معها كيتلبس بها هو اللي يأثر لها هذا الشيء وإما عندها عندها عرق انقطع يعني مسألة فيزيولوجية جسمية عندها واحد مشكلة في الأولدة الدموية هو اللي انقطع وكي يسيد لها أدك ناشي دم حيض أدك ناشي دم عادي وإما داء عرض لها داء عرض لها يعني أمراض نفسية المرأة ملك يكون عندها القلاق والتوتر كي يخلل في الهرمونات وكي يجيها الاستحاضة فكيف تغتسلت المرأة الاغتسال كما قلنا نفس الاغتسال اللي يقوم به الرجل كتغصول به المرأة يعني من النيا والوضوء الأصغر ثم الوضوء الأكبر وكي يمضوا بالأعلى إلى الأسفل اليمين إلى اليسار ونخلوا الشعر هنا السؤال ويش المرأة تقوم بتخليل شعر رأسها لغسل الجنبة أو الحيب المرأة عندها شعر طويل مش بحال الرجل الرجل سعره أعلى قد الحال المرأة شعر طويل وكلي عندها الضفائر الجواب أنه ليس على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنبة لحدث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني مرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنبة هل أنقضه لغسل الجنبة قال لها لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حتيات ثم تفيضين عليك بالماء في تطهرين ليس واجب المرأة نقض الشعر لغسل الجنبة وفي الضفائر غير تحاول ما أمكن تحثي عليه الماء ثلاثة مرات وتفض عليه الماء وصفت سنة طهيرة هو فعلا إذا نقض الشعر وغسلته أحسن أكمل للنظافة لكن إذا كان عند عضر ثمن اليسري أنها تفض عليه الماء ولكن الحيض المرأة أيضا من الأفضل أنها تقوم بنقضه والنبي صلى الله عليه وسلم كان قل أمنا عائشة من اللي كانت في الحج وحاضت قل لها داعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي إذا كانت في الحج مثلا لابد أن تقبل على الله عز وجل بنظافة كاملة انقضي شعر رأسك وامتشطي هنا واحد السؤال كترحوا بزفز النساء هذا الدم هذا اللي قلنا قبله ما هو الفرق منتهم مراكجها الدم للحيد ما عرفاش أشن هو الفرق منتهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدم الحيد هو دم أسود يعرف هو دم أسود يعرف قال لي فاطمة بنتي حبيج اللي كانت تستحاد قال لي ها إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي المرأة تعرف الدم ديالها واش حيضة ولمش حيضة باللون الدم ديال الحيد هو دم طبيعية وكيخرج من قع الرحيم وهو الدم ديال الحيد كينظف الرحيم المرأة اللي كيجاء الحيدة ما زال قتولد احتمال بأنها ما زال تحمل اللي مشات لها الحيدة طبعا ما بقاش على القدرات للحمل والإنجاب لأنه مع كبار السم الأطفال خصهم عناية ورعاية وطول نفس فاربك يعطي لها الفترة الزمنية للحمل للمرأة باش تربي النسل وباش كنعرفوها قبل بأنها قابلة للحمل دم الحيد كينظف لنا كيغسل كينطويج للرحيم فهو بيخرج في أيام معدودة هالدم الحيد هو دم أسود والاستحادة هي سيلان للدم في غير أوقاته كيكون إما مراد وإما عرق إنفجر وكذلك لدينا النفاس النفاس هو دم كي يجي في فترة بعد البلادة بعد البلادة من اللي كي تولد المرأة وكي تبقى واحد المدة لك الدم كيخرج كي يقوم بعمل تطغير كامل لأضل الرحيم اللي كان فيه المولود وكان فيه المشهيمة وغيرها الدم للحيد والنفاس هو كيكون دم أحمر يغلب عليه السواد لون أحمر يغلب عليه السواد هذا خصو الغصل دم الاستحادة هو أحمر قريب من الوردي هذا له غير وضوء فقط وضوء فقط فدم الحيد والنفاس هو دم صحة لكن دم الاستحادة هو دم عدة وفساد السؤال لكي تردد هل لها أن تقرأ القرآن نعم قالوا العلماء يجوز لها في فترة الحيد أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف أو تمس بحائل جيب واحد الفوطة أو كده تقرأ القرآن كيف بغات ولكن لا تمس المصحف ويجوز لها أيضا المرأة الحائض ما كتصليش وما كتصومش لكن ينبغي لها أن تحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء ولها أنها تخضع للرقيا لكات المرأة غدر الرقيا إما هي ترقى غيرها وإما هي ترقى بنفسها يجوز لها الرقيا بقرأة قرآن الكريم الأدعية هذه أهم الأحكام المتعلقة بدم الحيض وبالجنابة وبكيفية الغسل على طريقة السنة النبوية الشريفة وللحدة بقية بإذن الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر